كتاب المقدس نقرأ حاجة في كتاب المقدس ناخدها لنفسنا بطريقة شخصية كأن رسالة من السماء لك أنت شخصيا ربنا بيقول لك مثلا صلي كل حين أو يقول لك مثلا لا تهتموا لحياتكم أو يقول لك لا تخف لأني معك دي رسالة شخصية ونجاه لك أنت نفسك لأن بساعات عدو الخير يستغل قراءتنا في كتاب المقدس ويلاقيك انبساط من حاجة معينة يقول لك آه دي تنفع لفلان والنصيحة دي فلان يستهلها لكن أرجو أنك تاخد الكلام بطريقة شخصية الحاجة التانية يريد كل حاجة تستغرافك يا مقدس تصدقها بجد حرفيا يعني يعني مثلا إيه لما يكلمك عن نهاية العالم واخد بالك فتصدق فعلا أن نهاية العالم قربت فعلا تبقى تقول إيه أنا ألحى أسمع كلام ربنا لأنه بيقول اليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم الحاجة التالتة أن كنتما تقرأ كلام ربنا تتضع قدامه وتخاف يعني أما تلاقي صوت ربنا في الكتاب المقدس بيقولك حاجة تاخدها بمخافة لأنه يقول كده إلى من أنظر يقول إلى هذا أنظر إلى المسكين والمنصحق الروح والمرتعد من كلامي ربنا ينظر لهذا الخائف النقطة الرابعة أنك تتمسك بالوعود اللي ربنا بيحطها لك في الكتاب المقدس ويعليلك عنها لأنه صدق وأمين يوفي بكل وعوده وإنت لما تلاقي بيقول حاجة في الكتاب المقدس افتكر عروس النشيد لما بتقول أمسكته ولم أرخيه يعني تشعلق في الوعود كده وتمسك بيها وطلبها برجاء خامسا بقى نقرأ نقرأ بفهم نقرأ بفهم يقول إيه القديس بولس الرسول يقول لتلميذ وتلمسيوس افهم ما أقول يعطيك الرب فهما يعني تكون أنت مدرك كل ما تقرأه النقطة اللي بعد كده كل وصية تسمحها في الكتاب المقدس قل لها حاضر يعني مثلا يقول لك إيه لا تغضب قل حاضر مش هغضب لا تجذب لا مش هبقى أجذب بعد كده لا تهتموا لحياتكم أوه لا أنا خلاص هنفض عني كل الاهتمامات اللي أنا مشغول بيها واخدين بالكم كل إجابة لهذه الوصية والحاضر أنا هنفذ الكلام ده نقطة الأخيرة بقى اللي اعتراف أنك أنت تعترف بفضل ربنا أو اللي اعتراف بمعنى أنك تقر بالخطيئة يعني عندما تقرأ حاجة تعترف فعلا أنه تقول أنا أعترف بالخطأ اللي أنا أعطي فيه برضو ما تنسلش أنك تحفظ أجزاء من الكتاب المقدس وأنك كل ما تحفظ حاجة وتحبها تقولها تاني وتالت وأول أنك تتعلمها لحد أو تكلم بها حد فتثبت معاك ربنا بارك حياتك أمين